تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 53 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن كما تم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 10 أطنون السمنت أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 410 قضايا من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات